خد بالك وانت مسافر ان في بعض الدول بتطلب منك انك تقدم على ترانزيت فيزا حتى لو كنت مجرد هتمر على مطار البلد ومش هتطلع برا المطار ده الدول دي مش هتسمح لك انك تركب الطيارة وتنزل ترانزيت عندهم الا لو كان معاك فيست الترانزيت دي اشهر الدول بقى اللي بتطلب ترانزيت فيزا هي الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزلندا واليابان وانا هعمل فيديو خاص بتأشيرة الترانزيت لكل دولة منهم بالتفصيل بس خلينا دلوقتي نتكلم عنهم باختصار كده ونقول شوية معلومات على الترانزيت فيزا بتاعة كل دولة من الدول دي اول حاجة خالص الولايات المتحدة الامريكية لو انت مجرد هتعمل ترانزيت في جنسيات كتيرة بتحتاج انها تقدم على تأشير الترانزيت اسمها C1 فيزا عشان مجرد بس تركب الطيارة وتقدر انك انت تسافر للمطارات الامريكية رقم اتنين بقى المملكة المتحدة بريطانيا بتطلب من بعض الجنسيات ان هم يجيبوا حاجة اسمها visitor and transit visa لو هتغير الطيارة وحتغير المطار يعني لو انت هتنزل من طيارة في مطار معين ذي هترو وعاوز تروح تاخد الطيارة من مطار جاتويك فانت لو من جنسيات معينة لازم تقدم على visitor and transit visa لو انت مش هتغير المطار وحتركب نفس الطيارة او نفس نوع الطيران من نفس المطار تقدر تقدم على حاجة اسمها direct airside transit visa ده نوع تاني من انواع transit visa بريطانيا بتقدمه للناس اللي مش محتاجة تغير المطار تالت بلد بقى كندا لو رحتك بقى فيها توقف في اي مطار من مطارات كندا في بعض الجنسيات بتحتاج ترانزيت او تأشيرة ترانزيت ولكن في مسافرين معينين ممكن يستفيدوا من برنامج اسمه برنامج العبور بدون تأشيرة transit without visa program لو انت من الناس المؤهلة او من الجنسيات المؤهلة للكلام ده رابع دولة طبعا هي استراليا ومهما كانت فترة الترانزيت ولو مش محتاج او محتاج تخرج من منطقة الترانزيت في المطار هتحتاج تأشيرة عبور اسمها transit visa subclass 771 او 771 وطبعا ده على حسب جنسيتك رقم ستة بقى دول الشنجن او دول الاتحاد الاوروبي في جنسيات معينة بتحتاج تأشيرة ترانزيت لو بتمر بأي دولة من دول منطقة الشنجن والمتطلبات بتختلف طبعا حسب الدولة وحسب المطار اللي انت هتنزل فيه ترانزيت سبعة بقى نيوزلندا في بعض الجنسيات بتحتاج تأشيرة عبور لو توقف في نيوزلندا كان فترة صغيرة او كبيرة لكن ممكن حاملي جوازات سفر بعض الدول او معهم مثلا جنسيات معينة او حاملي تأشيرات صلحة لاستراليا او بريطانيا ان هما يعفوا من تأشيرة الترانزيت دي عشان كده انت لازم تدخل وتتأكد بنفسك من موقع الهجرة النيوزلندية مهما ان كانت جنسياتك لانك ممكن تكون معاك تأشيرة معينة لاستراليا او بريطانيا او دولة من الدول بتأهلك انها تشيل من عليك الترانزيت فيزا وعشان كده انا بقول لكل الناس لازم تتأكدوا قبل ما تسفروا ولو فيه ترانزيت عندك هل انت محتاج تأشير الترانزيت للدولة دي ولا لأ عشان ما تتمنعش انك تركب الطيارة ولا قدر الله تخسر فلوسك الفترة الجاية انا هعمل زي ما قلت فيديو خاص بكل دولة وبالترانزيت او تأشيرة العبور بتاعتها بالتفصيل الممال لان فيها معلومات كتيرة وفيها قوانين كتيرة ومن بلد لبلد بتختلف وعلى حسب جنسيتك وعلى حسب الفيز اللي انت واخدها قبل كده وبس كده شكرا لدي